الفنان قاسم إسطنبولي أهلا بك في منطقة للدولية تحيي لحدثك لجميع المستمعين احتضنت أم المدن وسيدة البحار مدينة صور التاريخية في الجنوب اللبناني وعلى مدى يومين تظاهرت أيام صور الثقافية تميزت هذه الأيام بتعريفها بملامح المدينة من الناحية الثقافية والتاريخية فهل لك هيك أن تعطينا فكرة عن هذه الأيام التي أطلقتها جمعية تيرو للفنون إلى جانب مسرح إسطنبولي بالحقيقة هذه الدورة الأولى لمهرجين أيام صور الثقافية هذا المهرجين اللي بيهدف أنه يفرجي الوجه الثقافي والحضاري والتاريخي لهذه المدينة وهدفه يدعم الفنانين المحليين يعني الفنانين الموجودين بمدينة صور والجنوب أنه يقدموا عمالهم بالمسلح الوطني اللبناني بشكل مجاني للجمهور كان المهرجين عبارة عن معرض للحرفيات اللي كانوا النساء عم يعرضوا أشغالهم وحرفياتهم اللي بتفرجي صور من خلال المنتجات المختلفة والصور الفوتوغرافية وكان في رسم حر العمير اسمه الطلاب مدينتهم اللي متما هني بيشوفوها إضافة للعروض المسرحية والسينمائية اللي كان عمين عرض فيلمين سينما اللي هني فيلم العودة إلى ساو فاولو وفيلم تاني تصور وفريق العمل كله من داخل مدينة صور اللي هو فيلم بابور بالإضافة إلى عرض حكواتي ومسرح وموسيقى كنت سأتوقف أكثر وأكثر عند الحكواتية التي سردت حكاية الملكة أليسار ورحلاتها إلى قرطاج أكيد لم يكن هذا الانتقاء بشكل عبثي؟ الحكواتي رجاء بشارة قدمت هذه الحكاية اللي طبعا اشتغلت عليها خصيصا ليكون ضمن مهرجين أيام صورة ثقافية وطبعا يعني هذا القرش الثقافي والتاريخي اللي موجود بالمدينة الملكة أليسار ورحلتها إلى قرطاج هذه جزء من هوية المدينة وطبعا هذه المدينة اللي فيها أوروبا والأرجوان وقدموس وكل التاريخ اللي يعني هالمدينة بتفتخر أنه موجود فيها كما هيك لما ضيوفنا بيجوا لعنا من كل العالم لما يبحثوا عن هذه المدينة بيعرفوا ليش عندها عظمة وعندها تاريخ وتستحق أن يكون عندها أعظم وعارك المهرجانات الثقافية والفنية دعنا نتوقف طبعا عند نشاطات مصرح اسطنبولي وجمعية تيرو للفنون المطلقين لهذه التظاهرة نشعر وكأنه هناك تتابع لهذا المسار الثقافي في نشر الثقافة في الجنوب اللبناني وكسر كل ما هو يعني مركزي بالنسبة للثقافة وجعله مجاني أمام الجميع فما هو الجديد؟ هل هناك من نشاطات أخرى يعمل عليها مسرح اسطنبولي وجمعية تيرو للفنون؟ نحن إن شاء الله رح نكون من 15 إلى 18 شباط فبراير حيكون مهرجان صورة سينمائية للأفلام القصيري وهذه الدورة رح تحمل تحت شعار السينما ضد القمع وهدف هذا المهرجان كمان يدوي على أفلام سينمائية عم تجي من بلدان عم تشهد حراك وثورات عربية وكمان من دول أجنبية ومن جنوب أمريكا تحديدا بأفلام قصيري إن كان أفلام وثائقية ولا درامية ولا تحريك هذه الأفلام رح تنعرض بالمدينة وحيجوها المخرجين ينقشوا أفلامهم مع الجمهور بالمسرح الوطن اللبناني هدفنا إنه هذا المهرجان يواكب كمان الثورة اللي عم يشهدها لبنان ويكون هالأفلام برغم كله عم يشهدوا لبنان اليوم من قمع على الحريات ونحن بالنسبة لقلنا نعتقد إنه مثار هذا المسرح هو نشوف إنه كل الأصحاب الكرار بها البلد حولوا المؤسسات العامة إلى مؤسسات خاصة بتخدم مصالحهم ولكن نحن اليوم على العكس بتأسيس المسرح الوطن اللبناني حولنا مسرح خاص ليكون بصفة عامة مسرح عام للناس يخدمون ويقدم عروض ثقافية ومجانية وورش ومهرجانات عربية ودولية ونعمل لقاء ثقافي وحضاري السؤال الأخير عن العودة إلى ساو باولو هو فيلم كان من بطولتك ممكن هيك أن تعطينا لمحة بسيطة عن ملام حوح؟ هيدا الفيلم أتصور بساو باولو بالبرازيل بشهر 8 العام الماضي وهو من إخراج المخرج ياغو هاتوري ومع فريق عمل كله كان من البرازيل بالنسبة لي هي تجربة أنه نعمل هذا الفيلم وهيد الرحلة يعني بناءا عن قديش نحنا ممكن نهاجر عبلدان بحسن عن أحلامنا ولكن أحلامنا قديش ممكن أن تروح بلحظة ولكن بيبقى الأمل هذا الفيلم بلغته الإنسانية بيحكي عن قديش الإنسان ممكن أنه لازم يتعامل بإنسانية ليكون هو إنسان فعلا بالتعاطي وصراع الطبقية بين الغني والفقير قديش الإنسان بيرحق حلمه للآخر أشكرك جزيل أشكر الفنان قاسم إسطنبولي لمشاركتك لضيف الثقافة في منطقة للدولية شكرا كتير إليك أحيي لحضرتكم إليك